طبعا خلونا نبدأ الأول بيعني الترحم على الراحل أحمد رفعت رحمة الله عليه ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه ويسكنه فسيح جناته وطبعا يلهم كل أسرته وعائلته وأسرة رياضة المصرية وكافة الجماهير صبرا وسلوانا طيب قصة أحمد رفعت ممتلئة بالتفاصيل والملابسات لو صح التعبير وقصة أحمد رفعت لا يجب أن تخضع بحال من الأحوال للقيل والقال ولا يجب أن تخضع القصة بتاعة وفاة هذا الراحل المحترم إلى أنه الناس تعد تتناقش فيها مناقشات أعتقد أنها مناقشات غير مجدية لأنها مناقشات غير قانونية بالأساس الحقيقة يعني الله يرحمه يعني رحمة واسعة من عند ربنا سبحانه وتعالى طيب إذن ما تم اتخاذه من قبل وزارة الشباب والرياضة هو القرار الأصوب لو حبيت تسميها بالطريقة دي أو أنه القرار الصائب فعليا ليه؟ لأنه الوزارة خدت قرار بتشكيل لجنة قانونية للتحقيق في هذه الملابسات حول أزمة الراحل أحمد رفعت الدكتور أشرف صبحي الحقيقة وزير الشباب والرياضة أصدر القرار بتكليف لجنة قانونية علية بالوزارة علشان تحقق في كل الملابسات وكل التفاصيل وفحص أي مستند بل وكل مستند خاص بسفر الله يرحمه أحمد رفعت ليه؟ لأنه كل ما تم إثارته مؤخرا عبر وسائل الإعلام بما سألت بقى وجود شبهة مخالفة إدارية مخالفة قانونية ده أدت إلى أنه شابت عملية السفر شائبة ما قد يكون هناك لغة ما أمر ما لا نعلمه تاني أنا برجعه بقولك كل ما تم إثارته هو في إطار القيل والقال هذا يقول وهذا يرد وهذا يطرح وهذا يرد عليه مش هينفع الأمور خصوصا لما بتبقى أمور مهمة زي هذا الموضوع وزي وفاة واحد من لعبتنا واحد من رياضيينا ما ينفعش غير أنه يبقى فيها لجنة للتحقيق وزير الشباب ورياضة أصدر قرار بتشكيل من المختصين بالوزارة علشان تشتغل على عملية الفحص والمراجعة لكل المستندات وجميع المستندات في نادي مودرن سبورت في الاتحاد المصري لكوت القدم اللجنة الأولمبية المصرية كل ما هو متعلق بهذا الشأن الوزارة هتشتغل فور الانتهاء أو انتهاء عمل هذه اللجنة وهتشتغل على إيه؟ على الإعلان عن جميع التفاصيل والملبسات وما انتهت إليه التحقيقات في هذا الشأن أرجوكم 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 حديث عن رجل لم يعد في دنيانا أمر غير مجدي طيب يعني نسكت يا يوسف؟ لا ما نسكتش يا فاند هي كل المسألة لازم تخضع للتحقيق يعني السؤال احنا هنقعد نحقق هنا في البرنامج؟ طب هنقعد نحقق في برنامج تاني؟ طب هنجيب الناس تقعد تتصارع صراع الديوك على مواقع التوكشوز؟ ولا نخضع ده للتحقيق القانوني علشان نعرف بالزبط الحقيقة إيه؟ أظن محتاجين أن احنا نعرف الحقيقة إيه؟ أظن علشان نعرف الحقيقة إيه لازم يبقى في اللجنة اللي أعلن عنها الدكتور أشرف صبحي مشكورا وزير الرياضة أنه تم تشكيل هذه اللجانة علشان نقدر نوصل للحقيقة اللي ليه حق ياخده والمخطئ يعاقب 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 ده مما لا شك فيه لأنه في حاجة اسمها قانون في البلد فلا تخلق ترجمة نانسي قنقر